أهلا بكم كما اختال في ميدان سباق الخيل عند خطوط تماس بيروت قبل 25 عاما يقسم الأخضر الإبراهيم نفسه اليوم أخضرين ويتنقل بين سباق الخيل السوري في الميدان السويسري لكن النهار الأول دائما ما يأتي رقما صعبا وقد انتهى إلى الاتفاق على معاودة اللقاء غدا في غرفة واحدة وقال منصق عملية التفاوض إن العملية لن تكون غاية في السهولة وإنما ورد في جونيف واحد هو أساس النقاش جونيف اللبنانية لا إبراهيم لها باستثناء خليليها وثالث الخليلين المفاوضين إضافة إلى الوزير وائل أبو فعور لكن هؤلاء من أهل البيت الحكومي وكل له مطلبه فرئيس التكتل البرتقالي يرى نفسه قد أخلى به من حليف الحليف بعدما وعد العونيون بالإبقاء على الطاقة والاتصالات وكما حان وقت التفاوض أصبح عون مطالبا بالموافقة على المداورة من دون تطمينه إلى دوره وحصته وعلى هذه الصورة يبدو أنها تعرقلت ما دفع الرئيس المكلف تمام سلام إلى رفع بطاقة صفراء في ملعب التأليف ونقلت وكالة رويترز عن مصدر سياسي حضر المحادثات بين سلام وقوى الثامن من آذار قوله أن الرئيس المكلف لينتظر حزب الله أكثر من يومين أو ثلاثة للانضمام إلى الحكومة غير أن أوساط الرئيس المكلف نفت هذه المعلومات وبموجب هذه الأجواء فإن الميدان الحكومي لن يربح إلا بفلتة شوط لكن لمصلحة من العرقلة من المستفيد من وزارة جامعة ومن المتضرر وما هي حسابات الربح والخسارة في حكومة حيادية أو أمر واقع تشكل من واقع المشاورات الحالية ففي الحكومة السياسية الجامعة تستقر البلاد نظفر بمجلس وزراء وهناك أفق لتوافق حول انتخاب رئيس للجمهورية مع انتخابات نيابية في موعدها أما في الحكومة الجامعة فالوضع سوف يختلف كليا تذهب التشكيل إلى مجلس النواب تسقط بالثقة نبدأ استشارات نيابية جديدة ملزمة وقد نصل إلى الفراغ بطيب خاطر ولا يبقى في البلاد إلا الوجه الشرعي لمجلس النواب ورئيسه وفي قنواته الشرعية تصب كل المؤسسات المفرغة فيطلب المجلس التنديد لنفسه حتى لا ينقطع آخر الخيط المؤسساتي ترجمة نانسي قنقر